اهلا بكم مرة تانية هيحصل كله مع ضبفنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة الأستاذ علي البحيري أن نأخذ الرياضي صباح الفل على حضرتك صباح الفل على حضرتك صباح الفل على ناوان صباح الفل على كل مشاهديك من النادي الأهل كنت معنا قبل كده وكتفكرة حلوة جدا وناس كتير حبتها والنهاردة هنتكلم عن الرياضات المختلفة ورياضات مختلفة في النادي عندنا ويمكن نموذج هنجودة لما كانين جاءت تكلم عنها من النماذج النكحة جدا والواعدة تحب نبدأ بأنهي رياضة تحديدا ولا ممكن نبدأ بفكرة صناعة أصلا البطل الأولمبي يعني دي برضو أو ده ملف مهم جدا ممكن نتكلم نبدأ بهنجودة خلاص يلا هنجودة طبعا يعني لو قاد تتكلم من هنا يعني كتير قدام مش هادر أتكلم عليها بشكل كافي هنجودة بطل رياضية أسطورة أو معجزة في تنس الطاولة وهي لسه عنده 14 سنة بتحقق كل الأرقام الكلاسية بتحقق بطولات كبيرة تكسب ناس بيسبقوها في العمر بعشرين وتلاتين سنة طبعا ده أجاز لطفلة عنده 14 سنة هي موهوبة طبعا بالفترة طبعا في دعم كبير جدا من أهلها وفي دعم كبير من ناد الأهلي والرعاب طوحة طبعا بيساعدوها كتير جدا لكن هي بطلة اللي حقيقته لو هنجودة لفترة الأخيرة ومن الأسبوع الفترة يمكن أنها تكسب كاس أفريقيا كأصغر بطلة في تاريخ أفريقيا كمان كسبت دينا مشري بطلة الأهلي اللي هي بطلة أفريقيا كذا مرة كسبت بطلة ناجيريا في النائي قدام جمهورها في النائي كانت مبارمة راسونية يعني يمكن أن هنجودة تكسب في نص ساعة بس أربعة صف أربعة عشواط البنت اللي ناجيرية ما أخذتش منها أشواط وأقبل منها 20 سنة تقريبا فهنجودة حققات اللي ما حدش قدر يحققه كمان هنجودة النهاردة أمبارح ارتاقت للمركز 33 عالميا على مستوى كل اللعبات المستوى في التاريخ اللي هم كبار مش بس الصغارين وهي عندها 14 سنة طبعا هي المصنفة الأولى في سن 15 و 17 سنة على العالم فطبعا هنجودة دي بطلة تاريخية وأنا أعتقد أن هنجودة دي إن شاء الله إن شاء الله ممكن نقول في أولمبياد باريس أو أولمبياد لوس أنجلوس هتجيب مدالية المصر شريت ما دي ما عندناش خمسين ألف هنجودة أنا زي ما بقول لحدك مشروع البطلة أولمبي ده مش حاجة سهلة وإحنا ما كناش مهتمين أوي بالألعاب الفردية كتير من زمان يمكن بدأنا نهتم جدا دلوقتي للسنة فهي بدأ يبقى فيه تمام بالألعاب الأخرى عامة في كل الأندية وحتى في البلد عامة فأنا شايف أن هنجودة أسطورة لازم نحتفظ بيها ولازم ندعمها ولازم نهتم بيها لأنها فعلا مستقبل كورة تنسية طبعا أكيد أكيد يعني أنا شايف أن هنجودة ممكن نعمل كذا هنجودة بس لازم نهتم لوقتي بهنجودة لأن هنجودة فعلا هي مستقبل وأعتقد إن شاء الله هتشرف مصر قريب وهتجيب مدالية أولمبية يا مسهد في عمر عصر برضو في التنس يعني برضو اسم كبير جدا ولمع مؤخر من شكل كبير عمر عصر بطل النادي الأهلي طبعا سابقا بيه محترف دولاتي في أوروبا هو طبعا بطل كبير في التنسي التولى بطل أفريقيا برضو مؤخرا كسب مع هنجودة برضو بتوت أفريقيا يمكن كان كسب أرونا كوادري أرونا كوادري هو مصنف برضو العشر عالميا وبردو نيجيلي كان بلعب على أرضه وسط جمهوره خسر النائم من عمر عصر بعد ما تصاب في الشوت السادس تقريبا لكن عمر عصر بطل تاريخي في أولمبياد توكيو كان الإنجاز الأكبر له أول مرة في تاريخ مصر العيب بيأخذ المركز الخامس في أولمبياد توكيو حق إنجازات كبيرة جدا نكسب كل المصنفين العالميا وخسر يعني من البطل بطل أولمبياد توكيو فأعتقد إن عمر عصر برضو لاعب تاريخي ولاعب مشرف ولسه برضو قدام الفرصة أن نعمل إنجازات أكبر لنادي الأهلي والمنتخب مصر على ذكر خسارة المباريات النهائية أمبرح أكيد أنت تبعت نهائي بطولة الطائرة سيدات هو إيه اللي حصل فلماتش انتهى بالنتيجة دي يعني كانت حاجة بعيدة طلاتة واحد بأيدة يعني محاجة تخيلها يعني زي ما حدك قلت محاجة كمتوقع كلنا كنا مصدومين في النهائي يمكن أن لنادي الأهلي كسب كرتاجي التونسي قبل النهاي كرتاج التونسي هذا هو بطل النسخة التي تم هذا achabil عليك بالضبط كان مفاجأة البطولة بالضبط، كان مفاجأة البطولة والحصان الأسود طبعاً، يمكن كابتن حمد الصفة أنا اتكلمت معاه، ومن أثناء البطولة، ليس بعد مبارح يعني، كان بيقول أننا كنا كنا باللاعب لعيبة سيدات، بس هم رجالة، يعني هم فعلاً قوامهم والجسمهم البدني، هم على هيئة سيدات، لكن هم رجالة، نحن نلاعب لعبات غريئة، لعيبة عندنا لا نصدقين دول رجال، دول سيدات، الموضوع كان صعب جداً، دول دول دالت كينيا، سواء الانبيب الكيني أو البنك التجاري الكيني لكن أنا شايف نادي الأهلي كان خسر أول شوتين، كان فيه هزة شوية في أول المتش، رجالنا في شوت الثالث كسبناه وبفرق كويس، الشوت الرابع ده بقل كان مفاجأة، النادي الأهلي كان متقدم عشرين خمستاشر، خمس نقط على حسم الشوت، وترجع تلعب ماتش الشوت فاصل على البطولة، اللي حصل أن حصل تراجع، بدأنا نضيع في نقط بدأ هم يجيبه، فازلنا مشرين نقطة بنقطة لحد ما حسم البنك التجاري التيني تمانية وعشرين ستة وعشرين، وقدر يأخذ اللقب من نادي الأهلي، أنا أنا شايف أن هناك أسباب لهذا، نادي الأهلي السندي بطل الدوري بطل الكاس، هو فريق مشرف طول عمره، لا يوجد حد في طائرة في مصر في السيدات لنادي الأهلي، هو يأخذ كل شيء، أفريقيا وعرب ودوري وكاس، لكن أنا شايف أن المراضي كان فيه شوية ممكن نشوف كان فيه هزة في البطولة شوية، نتيجة حاجات كثيرة، برضو المحترفة لنادي الأهلي كان معتقد مع محترفة بسبب قوانين البطولة أنها لا تشاركش لما تكون ماضية مع نادي الأهلي قبلها بثلاث شهور، هي الأوكرانية بوكدان أناسوفا، نادي الأهلي كان موعود أو أنه يلعب باللعب في البطولة بسبب أنها من أوكرانيا وعشان ظروف بلدها وجات متأخرة، وكان فعلا أنها تشارك مع نادي الأهلي، بس فجأة لتحضر الأفريكي قال أنها لا تشارك مع نادي الأهلي، فنحن أخسرنا لعبة مهمة، أنا أعتقد اللعبة دي لو كانت موجودة، كان ممكن أن الأهلي يحسب مباراة النهائية، لكن قدر الله ما شاء فعل نادي الأهلي قدامه طبعا الموسم الجاي، وأعتقد أن الأهلي يعود السنة الجاي بطولة أفريكي، نتمن وكان ذلك لأنهم أدوا بصراحة أداء حلو جدا، وكان ملحوظ وكان في مجهود كبير، يعني إحنا كنا متابعينهم على فكرة من قبل أصلا ما البطولة تبدأ، والمطشات والكواليس، يعني الواحد كان على كل حال، زي ما أنت بتقول ما فيش مشكلة، بس الأداء لو إحنا هنتكلم، لا كان فيه تحسن كبير جدا، إن شاء الله الموسم اللي جاي بأفضل بكتير، والكمان البطولات اللي جاية، خليني بقى روح معك، إحنا بنحاول نروح للرياضات كلها، نروح تحديدا الباسكتبول وأوجستي، اللي حصل بتكلم في خمس بطولات معاه، يعني هذا الرجل فعلا لا فرق في النتائج وشكل كبير، وليه رؤية فنية متميزة بصراحة، هذا الرجل فعلا جيد، هو دايما مدربين الأسبان، دايما حتى مش بس في كرة السلة، مدربين الأسبان عندهم كده بصمة شخصية في حياتهم، وجستي بوش أنا مسميه وأنا كتبت عنه أنه هو ساحر كرة السلة، هو فعلا ساحر لأنه دخل مصر من سنتين، يمكن معنا دي الزمالك الموسم قبل اللي فات، كسب معه الدوري وأفريقيا لأول مرة طبعا من فترة كبيرة، انتقل للنادي الأهلي، حقق خمسية تاريخية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي، ويعني اكتسح كل بطولة السلة في مصر، أنه يأخذ الدوري، يأخذ كل خمس بطولات في الموسم من خمسة من خمسة، فأوجستي بوش هو ساحر كرة السلة، فرق في شخصة النادي الأهلي، فرق مع لعبة النادي الأهلي، لعبة كلها بتتكلم عليه، يقولوا الرجل ده، أنا ما عرفش هو جي عمل إيه فينا، بس هو فعلا ندي الأهلي، وبيحبوه جدا جدا جدا، الرجل أصلا عنده شخصية ك قوي جدا، ما بيحبش حد يدخل في شغله، أنا عارف أنا بعمل ليه، ما بيقاسش، أوجستي بوش ممكن تكون متأخر في الماتش، وبتخسر دوري، والأهلي كان خسر فعلا ما تشمل التحاد السكندري، وبيخسر الدوري، رجع وكسب البطولة، هو راجل هادي، راجل عنده شخصية وبصمة قوي جدا، أنا شايف أن أوجستي بوش فرع منادي الأهلي جدا، ولسه عنده سنة في عقده الموسم الجاي، هلعب أفريكا منادي الأهلي، وأعتقد أن الرجل ده لازم يتجدد له لأنه هيفر منادي الأهلي السنين الجاي، وهيهيمن على البطولات، في المقابل برضو، يعني طبعا أكيد شيء رائع جدا أن كل النادي الأهلي عنده مدرب مخدراً بالشكل ده، وعنده من الخبرات ما يكفي لتحقيق خمس بطولات في موسم واحد، لكن في المقابل، طب إحنا زي ما عندنا مشروع قومي لصناعة البطل الأوليمبي، ليه ما عندناش مشروع قومي لصناعة المدرب البرينس، كنت لسه أقول لحضرتك أن مش أوجستي بس هو سبب الإنجازات، في معاه كتيبة عمل كبيرة جدا منهم، أنا شايفه من أهم الناس اللي سهمت في إنجاز النادي الأهلي في كرة السلة السنة، كابتن أحمد الجرحي، كابتن أحمد الجرحي طبعا هو مساعد أجوستي بوش، هو اللي كان سبب في التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، أبرزهم إيهاب أمين، أفضل لعب كرة السلة في مصر حالياً، هو اللاعب ده، ده مسمينه الماجيك، الماجيك لأنه هو فعلا أفضل لعب في كل بطولة اللي خدها، خد جازت أفضل لعب، فرق مع النادي الأهلي في البطولة الدوري السوبر، في كل بط واضح نفسياً مع اللاعبة، فنياً مع اللاعبة، إنه يجمع اللاعبة، إنه قدر كمان مع أجوستي بوش ينقل ثقافة أجوستي بوش لللاعبة، نواضح لفيه التفاهم كمان ملحوظ ما بينه وبين اللهم. جداً، وفعلاً اللاعب كلها بتحب كابتن أحمد الجرحي، وكابتن أحمد الجرحي عمدتنا مدرب واحد مع فريقه مرتبط قبل ما يجي أجوستي بوش كان واخب بطولة كتيراً، هو مع الفريقه الأول قدر يعمل الكيميستري بين أجوستي بوش المدرسة الأسبانية مع المدرسة المصرية. فأنا شايف أن حتى لو أجوز تيبوش بعد كده قدام انتقل أوروبا. درب وانتقل مصر. أي حاجة. أنا شايف أن كابتن أحمد الجرح هو يكون مدير الفني نادي الأهلي. ومستقبل كورت السلة في النادي الأهلي. لأنه فعلا يستحق. نروح لليد. يعني نعملين فاهم؟ وفكرة هنا برضو الفوز على الزمالك والتتويج. برضو حاجة محترمة جدا لكورت اليد. وتطور ملحوظ بشكل كبير. يمكن زي ما قلت حديك. أنا قلت قبل كاف الحلقة. إن كابتن خياد العواضي مدير نادي الأهلي. تعاقد وراهن على دانيل جوردو. اللي هو مدير فني الأسباني. اللي هو. إحنا ممكن نقول هو مش مدربين الصفة في أوروبا. لكن هو القادم في أوروبا. يمكن جي مع نادي أهلي وراهن عليه. كسب السوبر الأفريكي من الزمالك. وتأهل لكاس عامل عنديها. وديكت البطولة الأهم السنة دي نادي الأهلي. من كنادي ألي خسري وبطوط المحلية. كان الزمالك خد الدوري. وسبورتينج خد الكاس. فكان الأهلي كان عايز يكسب بطولة. وكان عايز يكسب بطولة مهمة. فإنه يكسب نادي الزمالك اللي هو طبعا يعني منتخب مصر. منتخب مصر في كرة اليد طبعا. وفي نفس الوقت أنك تكسبه في السوبر الأفريكي. تروح كاس عامل عندية. سوبر جلوب إن شاء الله في شهر عشرة في السعودية. أنك تكسبه ده كمان دافع معنوي وفني وكل حاجة اللي يكسب نادي الأهلي فرق معهم في الشخصية. وبيقول إن المستقبل لسه جايل إن النادي الأهلي برضو أهلي عنده عناصر شايف كتير جدا في الفريق. ولسه قدام المستقبل يعيبوا كمان قوان منتخب مصر قدام. فأنا شايف أن دانجوردو نجح في مهمية النادي الأهلي. يمكن هو خسر بعد كده كاس الكوس الأفريقية من الزمالك فرق نقطة برضو في النيجر. بعدها بأسبوع كانت مباراة مهمة جدا. النادي الأهلي ضايع فرص جدا. والنادي الأهلي كسب المباراة النادي الأهلي بقى أربع بطولات النادي بقى ستة بطولات. لكن البطولة الأهمية التي كسبتها أنك رح تكس عامل عندها ستة السوفر للأفريقية. فأنا شايف أن ملف كرة اليد السنة بدأ يتحسن. معدان الجوردو يمكن هو المدير الفني ليس هيكمل للأسف لأنه عقد كان شهرين. ومش بس تتحسن. هو حصل الطفرة في الفترة الأخيرة. دي حيئة. وعلى كل المستويات كمان ده يشمل تنظيم بطولات عالمية في كرة اليد على الأراضي المصرية. طيب تعال نروح من كرة اليد للسكواش وطبعا نور الشربيني. طبعا خلاص بقت أوتوماتيك الواحد ما بيجيب سيرة السكواش لازم نذكر نور الشربيني والإنجازات العظيمة اللي بتتحقق. نور الشربيني ملكة السكواش. فعلا هي لعبة لعبة كبيرة جدا. يمكن سنة صغيرة لكنها لعبة كبيرة. توجد مؤخرة ببطولة العالم لمرة السادسة في تاريخها. بتكسر كل الأرقام مصنفة عالميا. على طول بتبقى مركز الأول عالميا. حتى لو ترجعت في كم شهر بترجع تاني مصنفة العالميا. أكتر لعبة قاعدة فترة كبيرة جدا. مصنفة الأولى على العالم. نور الشربيني هي أنا شايف أن هي بطلة تاريخية. لعبة الإسكواش لو موجودة في الأولمبياد. ما ستتحقم دليل. لأن أنا شايف أن احنا عندنا في كل. عشان كده ما فيش دولة بتختارها. لكن أنا شايف هي بتبقى لها عوامل تانية. يعني أي لعبة تخش الأولمبياد بتبقى عليها عوامل من المشاهدة ونسبة المشاهدة وحاجات كتير. مش بس دولة متفوقة فيها أو لا. لكن أنا شايف أن النور الشربيني. ومش بس النور الشربيني. عندنا علي فارج. وعندنا مصطفى عسل في الناد الأهلي. عندنا لعبة كتير جدا. عندنا تاريخ من الأسامي الكبيرة يعني. ورمي عشور زمان. لأ كان عندنا أسامي كتير جدا. برادة. ودلوقتي في نوران جوهر ونور الطيب وعلي فارج وفارس دي سوي. أسامي محمد الشرباقي طبعا. وأخوه. يعني لعبة السكواش في مصر سواء رجال أو سيدات متفوقين. صح. دايما في قيمة أفضل عشر لعبين في العالم. سواء رجال أو سيدات مصر. رأيك شمعنا. دين تبقى إمكانيات وقدرات فردية ولا منظومة بتصنع أبطال عالميين يعني التقلق ده إيه أسبابه الحقيقي. التقلق إن إحنا مهتمين بلعبة السكواش من زمان في مصر. من أول الناس اللعبة السكواش في العالم. مهتمين بيها لأن إحنا في أندية بتهتم بلعبة السكواش بشكل خاص. واللعبان عندنا بيسافروا بره بيلعبوا في أوروبا أو بيحترفوا بره أو حتى بيلعبوا مثلا بمعسكرات كتيرة جدا بيقاليهم سبونسرز. فأنا شايف إن ده بيفرق مع لعبات السكواش سواء الرجال أو السيدات. فده طبعا تفوق. طبعا مع العنصر الزهني وعنصر التركيز وعنصر التدريب الكتير. فأنا شايف إن ده بيقى في لعبة زي نور الشربيني. لما تأخذ بطولة العالم لمرساتها في تاريخها. سبقت ناس كتير جدا في العالم. فأعتقد حاجة كبيرة جدا. طب فكرة دخول السكواش للأولمبيات. خلينا برضو نتكلم في النقطة دي. أنت بتتكلم في الشقين. الشق الأولاني لازم الدولة يعني لو هي بتختار بتختار أكيد الرياضة اللي هي عاملة ربما اللحظة دي تي. بس فكرة برضو الجماهيرية. لا السكواش لها برضو جمهور كبير جدا حول العالم. يعني ربما قامش حقارنها بالتانس العادي. بس ليها قاعدة جماهيرية كبيرة. هي فعلا لها جماهيرية كبيرة. بس كمستوى دول أو كدول كتير مش بالنسبة للألعاب تانية في الأولمبيات. يعني يمكن شوفنا الكاراتي. كان موجود في أولمبيات توكيو. استبعد من الأولمبيات باريس. هي الفكرة الدولة بتختار. واللجنة الأولمبية الدولية بالاتحادة الدولية كلها بتختار. وبقى فيه توافق على حاجة لأنه. عشان اليابان هي المختارة يعني. عشان هي متفاوقة فيه. دي أكيد. وكمان عشان نسب مشاهدة. فيه حاجة اسمها نسب مشاهدة. وحاجة اسمها حقوق ورعاية. الحاجات دي كلها بتفرق. إن لا بيتخش الأولمبيات أو لا. هتجيب العائد اللي احنا محتاجينها أو لا. فممكن الليها بتلسكواش تبقى لها سبونسورز. بس مش هي اللي ممكن في أولمبيات تجيب النسبة للاتحاد الدولي أو اللجنة الأولمبيات الدولية عايزية. طيب. احنا عارفين ان انت طبعا متابع جيد جدا للشأن الأهلاوي بشكل عام. فعايزين نعرف رؤيتك ليه تعامل مجلس إدارة النادي الأهلي مع الرياضات المختلفة. يعني بخلاف كرة القدر. يعني شايف تعامل مجلس الإدارة مع الرياضات دي عامل ازاي. ونتج عن التعامل ده ايه من الانجازات. ممكن نقول اللي ها هاتكلم بصراحة. يعني الفترة اللي فاتت دي. يعني الاخيرة دي كان فيه تعامل كويس جدا بعد ما تعاقد مع يعني. يعني كابتان خياد العودي. نميسك مانشوفت. شايف ان الدنيا فرقت شوية. في النادي الأهلي التعاقد بقت كبيرة. بقى فيه خطة واضحة للألعاب كلها. كرة السلة طبعا مستان فات لما تعاقدت مع أجوتي بوش ومع او اول الموسم ده مع أجوتي بوش ومع اللاعبين اللي هنا جبناهم فرقت. وده حصل إنجاز تاريخي في النادي الأهلي في كرة السلة. انا شايف ان الفترة الجاية. الفترة الجاية نادي الأهلي التعاقدات الكبيرة في كل الألعاب في السلة او في اليد او في الطائرة. لكل المستويات سواء رجال او سيدات. مهمة جدا. لازم نحتمل بالعب الأخرى في النادي الأهلي. لان انا شايف ان الألعاب دي هي فعلا أبطالها. مش مسلط عليهم الدق بشكل كافي. وبيعملوا إنجازات كبيرة جدا. يعني فريق الكرة ممكن يكسب أفريقيا مرة. ما يكسبش أفريقيا مرة. ممكن يكسب الدورة مرة. لا الناس دي تكسب كل سنة. صحيح. انا شايف يعني رجالة الطائرة ممكن اقول انه السنة دي كان فيها خفاك في الدورة وفي الكاز. رجعوا حقاب دوت أفريقيا كأكتر نادي في التاريخ. حقوق إنجاز كياسي هو النادي الأهلي هو أكتر نادي في العالم ماخذ ألقاب كراية في الكرة الطائرة. في العالم. نحن نعفل حوار بقى. احنا ليه الحلقة بقى. خلاص كده مبيش كلام يتقال بعد اللي. نروح فاصل. لا احنا نروح فاصل. اه اه. بل مقولي جوز ده من الحلقة. طيب تمام. نورتين يا أستاذ علي. بجد والله. فاصل سريع. وحنرجع نكمل مع حضراتكم.